اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نظام طيب طالب من حراك نظام جسم الإنسان طب والترمومتر الطبي نظام ومد الحراك عندنا شوية اختيارات قبل ما بص كده عندنا في الاختيارات نصيحة لازم الأول حراك كده تبقى فاهم معلومة يعني ايه نظام النظام هو المكان اللي احنا بنعمل فيه تجربة معينة اي تفاعل سواء كان تفاعل طارد او تفاعل ماص ايا كان التفاعل انا هعمله لازم يتم عندنا في نظام الانظمة زي ما كلنا درسنا ياولاد تلات انواع اما نظام مفتوح او نظام مغلق او نظام معزول لازم اكون عارف الفروق ما بين التلات انواع من الانظمة لو نظام مفتوح فيه تبادل ما بين النظام والوسط المحيط من حيث المادة والطاقة طب لو نظام مغلق التبادل ما بين النظام والوسط فقط في الطاقة طب لو نظام معزول التبادل فقط ما بين النظام والوسط المحيط لا يتواجد يعني ايه يعني انا عندي نظام مفتوح فيه تبادل ما بين النظام والوسط في المادة والطاقة المادة ممكن تزيد او الطاقة ممكن تزيد او العكس لو نظام مغلق فقط عندنا يا مستر فيه تبادل في الطاقة انما نظام معزول ما فيش تبادل خالص تب نرجع لسؤالنا بالنسبة لجسم الإنسان ده نظام يعتبر نظام مفتوح يعني فيه كتير جدا عندنا يا مستر عنده أزمة كبيرة جدا في تحديل نوع النظام بتاع جسم الإنسان ولكن نظام جسم الإنسان ده يعتبر نظام مفتوح إيه السبب ركز في المعلومة دي يا أولاد فيه تبادل حراري مبين أو فيه تبادل مبين النظام اللي هو جسم الإنسان والوسط المحيط في المادة والطاقة المادة عندنا اللي هي المادة الغذائية اللي حراك بتأخذها مثلا ده مثال أو التنفس اللي حراك بتتنفسه الطاقة اللي هي تعتبر أو صورة من صورها درجة الحرارة طب بالنسبة للنظام أو بالنسبة للترمومتر الطبي ده يعتبر نظام مغلق أيب أنا قبل ما بجاوب أو قبل حتى ما بقرأ الاختيارات بتاعت الإجابات هشوف عندنا يا مستر أو هبعارف أو هبمتأكد نوع النظام بتاع جسم الإنسان خلاص اتفقنا أنه هو نظام مفتوح والترمومتر الطبي عندنا يعتبر نظام مغلق ده السؤال الأولين السؤال الثاني عندنا أولاد بيقول له حردك العلاقة بين الكتلة والطاقة الكتلة اللي هي M والطاقة اللي هي E فيه نظام مغلق ومنذ الحراكة عندنا مستر شوية رسومات بيانية الرسمة البيانية الأولينية ده العلاقة ما بين الطاقة والكتلة رسم لحراك العلاقة بالشكل ده ودي عندنا رسمة بيانية تانية ادي عندنا الكتلة والطاقة دي رسمة بيانية كمان وفيه رسمتين بيانيتين هنرسموه مع بعض كده عندنا أولاد لو أنا بصيت للعلاقة البيانية دي لو أنا بصيت كده عندنا أولاد الرسمة دي معناها أن أنا عندي قيمة الطاقة بتتغير يعني إيه؟ يعني لو أنا بصيت كده عندنا أولاد الرسمة البيانية دي بتقول له حردك قيمة الطاقة في حال التغير طب قيمة الكتلة في حالة سبات طب ما أنت عندك حراكة نظام المغلق الطاقة عندنا ممكن تتغير نتيجة التبادل الحرارة ما بين النظام المغلق والوسط المحيط ولكن الكتلة عندنا بتظل سابتة كتلة المادة جوها النظام بتظل سابتة تاني يعني الرسمة البيانات دي بتقول لحارتك أن فيه تغير في الطاقة إما اكتساب أو فقد وهنا فيه عندنا سبات في الكتلة كتلة المادة داخل نظام المغلق بتظل سابتة طب العلاقة البيانيه دي اولاد العلاقة البيانيه دي معناها ان فيه تغير في الكتلة ولكن فيه ثابات في الطاقة هال في النظام المغلق فيه عندنا ثابات في الطاقة جالي تاني خلينا نقول عندنا اولاد لو رسمتليك العلاقات البيانيه دا معنى ايه تقول لي ده معنى إيه؟ إن الكتلة عندنا بتتغير وكمان الطاقة بتتغير طب بالمناسبة هو ده يمثل تناسب إيه؟ تقول لي ميستر ده يمثل تناسب عكسي آه يعني فيه الكتلة بتزيد فالطاقة بتقل أو العكس هل ده يمثل رسمة تمثل علاقة ما بين الكتلة والطاقة في النظام مغلق؟ تقول لي لا طب إيه كمان؟ لو رسمت لك العلاقة الرابعة اللي هتلاقيه موجودة عندك في ورات الأسئلة إن شاء الله أدي عندنا الكتلة ودي الطاقة أو أدي الكتلة ودي عندنا الطاقة ورسمت لك العلاقة بالشكل ده برضو أولاد هل ده تمثل نظام مغلق؟ تقول لي لا الحالة ده الطاقة بتتغير وكمان الكتلة بتتغير إذن اللي بيمثل العلاقة ما بين الكتلة والطاقة في نظام مغلق الرسمة الأولانية اللي احنا استعرضناها مع بعض اللي هي ده طب ده معناها إيه؟ معناها أن فيك الطاقة بيحصل فيها أو بيحصل لها تغير إنما الكتلة عندنا في النظام المغلق هي قيمتها سبتة ده نمط سؤال عندنا أعتقد من الأسئلة المهمة إيه كمان؟ طيب برضو يا مستر أنا عندي شوية قواعد أساسية وأنا شغال لازم أكون بفكر فيها عشان أقدر أتعامل مع نمط الأسئلة الكتير اللي هتكون موجودة عندك طب يا مستر هل أنا الأفضل أفتح الكتاب في كل معلومة؟ أقول لحضرتك هتفتح الكتاب في المعلومات اللي انت محتاج لها في القوانين اللي انت مثلا مش متأكد منها على سبيل المثال في عندنا علاقة بيانية مهمة جدا العلاقة دي بتحسب كمية الطاقة اللي هي الكيو عبارة عن الام سي في الحرارة النوعية في فرق درجات الحرارة طبعا دي من العلاقات المهمة جدا اللي عليها أسئلة كتير جدا سواء مسألة مباشرة أو هنستنتج منها بعض الرسمات البيانية لأن كتير منكم كان عنده مشاكل في الرسمات البيانية خلينا نقول عندنا أولاد إيه العلاقة ما بين كمية الطاقة المكتسبة أو المفقودة مع الكتلة والعلاقة ما بين كمية الطاقة المكتسبة أو المفقودة مع الحرارة النوعية والعلاقة ما بين كمية الطاقة المكتسبة أو المفقودة مع فرق درجات الحرارة ركز العلاقة ما بين كمية الطاقة المكتسبة أو المفقودة مع الكتلة دي علاقة طردية انت درست في الفيزياء ان هنا عندنا اولاد لو انا بصيت للعلاقة الرياضية دي كمية الطاقة تتناسب تناسبا طرديا مع الكتلة طيب كمية الطاقة المكتسبة او المفقودة هل تتناسب تناسبا طرديا برضو مع الحرارة النوعية خد بالك في غوطة كبيرة جدا كتير مننا بيوع فيها من عندنا الحرارة النوعية عندنا اولاد دقييمة سبتة يعني الحرارة النوعية للعنصر لا تتغير الا بتغيير العنصر تاني يعني قيمة الحرارة النوعية للعناصر هي قيمة سبتة كل عنصر له قيمة حرارة نوعية سبتة يبقى كمية الطاقة المكتسبة او المفقودة ليس لها ادنى علاقة بالحرارة النوعية للعنصر كمان مرة يبقى كمية الطاقة المكتسبة او المفقودة تتناسب تناسبا طرديا مع الكتلة كمية الطاقة المكتسبة او المفقودة ما لهاش علاقة بالحرارة النوعية للعنصر الحرارة النوعية للعنصر تتغير امتى لما يتغير عندنا العنصر نفسه طب نفس القصة كمية الحرارة المكتسبة والمفقودة تتناسب تناسبا ترضيا مع فرق درجات الحرارة يبقى خد بالك غلطة كبيرة جدا بنوع فيها كمية الطاقة هنا مش بتتأثر بالحرارة النوعية حرارة النوعية للعنصر سوري الحرارة النوعية للعنصر عندنا اولاد قيمتها سابتة تتغير فقط لما يتغير عندنا العنصر طب لو أنا أرسم علاقة بيانية ما بين كمية الطاقة المكتسبة أو المفقودة مع كتلة العنصر واضح أن العلاقة عندنا علاقة طردية طب العلاقة الطردية هتترسم إزاي لو افترضت عندنا أن هنا في عندنا كيو وفي عندك هنا أولاد الام اللي هي الكتلة هيطلع عندك العلاقة البينية شكلها عاملة كده تاني يبال الرسمة تي بتقول ان كمية الطاقة المكتسبة او المفقودة عندنا هتزيد لما كتلة العنصر عندنا يا مستر هتزيد وهتقل لما كتلة العنصر هتقل طب لو كانت العلاقة علاقة عكسية العلاقة العكسية عندنا يا مستر بالشكل ده ده شكل العلاقة البيانية العكسية تي علاقة من العلاقات المهمة جدا نحل عليها مسائل كمان شويه طب وفقا للأنا قلته أولاد تعال كده نشوف عندنا السؤال اللي أنا بقول له حراك عليه لو انا عندي واحد جرام من الحديد عند زيادة درجة حرارته للضعف عند زيادة درجة حرارته للضعف فان الحرارة النوعية له عند زيادة درجة حرارته للضعف فان الحرارة النوعية له تزيد تقل لا تتغير تزيد للضعف كما مرة لو انا عندي واحد جرام من الحديد لو رفعت درجة حرارته للضعف الحرارة النوعية عنده هيحصلها ايه؟ هل هتزيد؟ هل هتقل؟ هل هتزيد للضعف؟ هل تظل سابتة؟ ركز تقول لي مستر انا عندي واحد جرام من عنصر الحديد رفعت درجة حرارته او قللت درجة حرارته مفيش علاقة ما بين قيمة الحرارة النوعية وقيمة درجة الحرارة يعني ايه؟ يعني زادت درجة الحرارة او قللت اتغيرت درجة الحرارة بالزيادة او المقصان قيمة الحرارة النوعية للعنصر هتفضل سابتة زي ما هي اذا الحرارة النوعية عندنا للعنصر فقط تعتمد على نوعية العنصر بمعنى لو انا عندي حديد هو عنده قيمة حرارة نوعية معينة لو كان بقى انا عندي واحد جرام من الحديد او عشر جرام من الحديد مش مهم طب لو انا عندي نحاس عنده قيمة حرارة نوعية مختلفة عن الحديد الله يعني الحرارة نوعية فقط تعتمد على نوعية العنصر لا تعتمد على درجة حرارته لا تعتمد على كتلته فقط تعتمد على الحالة او تعتمد على نوعية العنصر اذا كان عندنا حديد او نحاس او ايا ان كان نوعية العنصر ده سؤال من الاسئلة اعتقد المهمة فلو سمحت اخد بالك منها سؤال تاني عندنا أولاد بيقول لك أنا عندي 1 جرام من 4 مواد A والB والC والD 1 جرام من 4 مواد دي 4 مواد دي عندنا أولاد اتعرضت لنفس درجة الحرارة أه يعني أنا خدت الأربع مواد دي وابتديت أديها مصدر طاقة حرارية واحد طيب رسم لسيادتك العلاقة البيانية اللي أنا هرسمها لك دلوقتي أدي الكتلة كتلة العنصر اللي احنا اتفاني عندنا قيمتها 1 جرام وأدي درجة الحرارة بتاعته ورسم لك عاملك كده يولاد أدي العنصر A ودي العنصر B ودي العنصر C ودي العنصر D اه يعني السؤال ده مش اختيارات الراجل هنا فقط بيقول لي سيادتك أنا عندي 1 جرام من 4 عناصر مختلفة الA والB والC والD اتعرضت لنفس مصدر الطاقة ورسم لك العلاقة البيانية دي السؤال أي العناصر A أو B أو C أو D لها أقل حرارة نوعية أي العناصر A أو B أو C أقل حرارة نوعية طب هي الرسمة البيانية دي بتقول لك إيه؟ الرسمة البيانية دي بتقول لي أن الأربع عناصر دي عندنا أولاد أعلى واحد فيهم في درجة الحرارة هو العنصر D طب ده معنى إيه؟ ده معنى أن العنصر D مجرد ما تعرض لمصدر طاقة حارية درجة حرارته زادت جدا طب ده دليل على إيه؟ ده دليل أن الحرارة النوعية بتاعة العنصر D صغارة جدا تاني يعني كل ما كان العنصر عنده حرارة نوعية صغيرة سهل جدا درجة حرارته بتزيد تاني كل ما كان العنصر عنده درجة حرارة نوعية قليلة كلما كان سهل جدا يكتسب الطاقة وبالتالي درجة حرارته تزيد يعني العنصر اللي عنده حرارة نوعية قليلة هو دي طب يبقى العنصر اللي عنده حرارة نوعية كبيرة هو الايه مهم جدا مهم جدا ايه اي عنصر عنده حرارة نوعية قليلة سهل جدا ترتفع درجة حرارته اي عنصر عنده درجة حرارة نوعية كبيرة من الصعوبة رفع درجة حرارته واعتقد كان فيه عندك سؤال لو انت عندك المية وعندك الرمل اللي هي في المصايف بتتعرض لنفس مصدر الطاقة للطاقة الشمسية ولكن بالنهار درجة حرارة الرمل طبعا بتبقى أعلى من درجة حرارة المية السبب ان الرمل عندنا اولاد الحرارة النوعية بتاعتها قليلة انما المية الحرارة النوعية بتاعتها كبيرة اذا الرمل سهل جدا تكتسب الطاقة وبالتالي ترتفع درجة حرارتها انما المية صعبة تكتسب الطاقة يبقى شؤالنا دي العلاقة البيانية ما بين كتلة العنصر اللي هي واحد جرام دي كتلة سبتة ودرجة الحرارة بتاعة العناصر A والB والC والD بعد مرور نفس الفترة الزمنية والتعرض لنفس كمية الطاقة يترى مين في دول أعلى حرارة نوعية ومين في دول أقل حرارة نوعية خلاص بقى أولاد أعتقد أنا عرفت مين الأعلى في الحرارة ومين الأقل في الحرارة نوعية وفقا لدرجة حرارة العنصر بتاعنا كمان مرة أي عنصر له حرارة نوعية قليلة سهل جدا ترتفع درجة حرارته بأقل قدر ممكن من الطاقة وأي عنصر له درجة حرارة نوعية كبيرة مجرد ما يتعرض للطاقة مش سهل ترتفع درجة الحرارة النوعية بتاعته ده نمط سؤال إن شاء الله يكون معين ليك بعد ربنا سعى تعالى تب نخش على نمط سؤال كمان يا أولاد في مسألة من المسألة المهمة جدا اللي كتير منكم بيسأل على طريقة الحل بتاعها لو سمحت كده أشوف هنحلها مع بعض ازاي السؤال بيقول لي يا حضرك ايه بقول لك لو أنا عندي 300 جرام من عنصر الفضة عندي 300 جرام من عنصر الفضة تم رفع درجة حرارتها من 25 درجة إلى 30 درجة مقاوية 300 جرام من عنصر الفضة رفعنا درجة حرارتها من 25 إلى 30 ثم تم إضافة الفضة إلى 50 ملي من المية ضفنا الفضة إلى 50 ملي من المية طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل عندنا أولاد احسب أو المطلوب عندنا احسب درجة الحرارة النهائية الحرارة النهائية طيب إيه المعلومة اللي مدهاني؟ أقول لك المعلومات أنا عندي لك عندنا 300 جرام من الفضة رفعنا درجة حرارتها من 25 إلى 30 رفعنا درجة حرارتها من 25 إلى 30 ثم ضغطنا الفضة بعد ما أدناها كمية الطاقة الحرارة دي لـ 50 ملي من المية طيب وبعدين تقول لي يا مستر اللي حصل؟ طبعا أنا هنا عندي لك 50 ملي من المية درجة الحرارة بتاعتها كانت 20 درجة مقاوية آه دي معلومة أنا لازم هدها لك يبقى أنا مندي لك عندنا أولاد 300 جرام من الفضة كانت درجة حرارتها 25 و 30 يديناها كمية الطاقة حرارية ثم ضغطنا الفضة إلى 50 ملي من المية كانت درجة حرارتها 20 إيه المطلوب؟ عايز أحسب درجة الحرارة النهائية بتاعت النظام اللي أنا عملت فيه تفاعل أنا هفكر إزاي؟ طيب إنستر حرارت الوقتي أنت جبت لنا فضة الفضة دي كان لها درجة حرارة معينة رفعنا درجة الحرارة بتاعتها ديناها كمية طاقة حرارية وبعد ما رفعنا درجة حرارتها حطناها في كمية مية طب نفهم من كده إيه؟ هو كمية المية عندنا أولاد أو المادة الفضة اللي أنا حطيتها في المية؟ هيحصل لها إيه؟ طول اللي هيحصل فقد واكتساب مين هيفقد ومين هيكتسب؟ نشوف كده مع بعض أنا هقارن ما بين الفضة هذه الفضة والمية اللي هي الـ H2O مجرد ما تحط لي الفضة في المية هيحصل عندنا حد فيهم هيفقد كمية طاقة واحد تاني فيهم هيكتسب كمية طاقة طب أنا أمدي لك إيه؟ طوليستر أخد بالك مهم جدا أن الكيو في الحالتين هتبقى واحد واحد هيكتسب وتكتسب فقدت كمية المية عندنا هتكتسب لو المية اكتسبت يبقى الفضة عندنا هتفقد طيب أشتغل إزاي؟ أحسب كمية الطاقة عندنا في حالة الفضة إزاي؟ بالقانون اللي أنا أقولت لك من شوية ليه؟ م سي دلتا تي طب أنا أمدي لك عندنا كتلة الفضة تقول أنت مديني كتلة الفضة عندنا اللي هي 300 طب مدي لك قيمة السي بتاعة الفضة 0.24 طب هحسب دلتا تي عندنا بتاعة الفضة ليه خمسة جبتها منين الخمسة دي ليه درجة الحرارة النهائية خمسة عشرين مع اسدرجة الحرارة التداية اللي هي كانت عشرين طيب نحسب عندنا كمية الطاقة هنا أولاد هتطلع 360 جول طب نعوض بالكيو دي عندنا في المية الله يعني الكيو بتاعة المية لما نيجي نحسبها هي 4.18 في دلتا تي جت منين 4.18 دي يا أولاد أقول لك دي قيمة سبتة في حالة المية طب أنا عندي قيمة الكيو اللي أنا حسبتها عندنا بتاعة الفضة اللي هي 360 وميدي لك عندنا حجم المية لو كنت ميديه لك عندنا أولاد 50 ميلي وأدي 4.18 اللي هي الحرارة النوعية للمية أقدر أحسب دلتا تي معلش يا مستر وأنت عندك هنا الكتلة ولا الحجم أقول لك خد بالك فحالة المية الكتلة هي الحجم اللي منكم متابع كويس عندنا أولاد لأن كشافة المية عندنا قيمتها بواحد أقدر أحسب عندنا دلتا تي تقول لي بالعمليات الرياضية هحسب عندنا دلتا تي ممكن حركة تابعها ورايا هتطلع 1.72 درجة مقاوية وبعدين أقول لحضرتك أدي دلتا تي هي عبارة عن تي 2 ناقص تي 1 أنا عندي تي 1 بتاعة المية اللي هي كانت 20 أقدر أحسب عندنا درجة الحرارة النهائية دي مسألة من المسائل المهمة ومرينا بيها أو عدينا فيها على كذا فكرة كل اللي احنا خدناها عندنا النهاردة إن شاء الله يا أولاد إن شاء الله كده كل الرجاء إن هو يساعد حضرك بعض ربنا سواء تعالى لو سمحت راجع المعلومات دي كويس وقدر الإمكان حاول تشوف كده البيانات اللي أنا أديتها لك وترجعها كده مع نفسك ولو في عندك أي مشكلة تبعتها لنا على الموقع بتاع القناة السلام عليكم